بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حين انا اسفى على تأخير الفترة اللي فاتت بس في ظروف كده ان شاء الله ربنا يعديها لخير طبعا النهاردة هنعملكوا اكلة سهلة واقتصادية وموفرة جدا الاكلة دي صراحة انا عرفتها من جارتي بجد تحفة وسهلة جدا واقتصادية ومش هتكلفك غير اربعة جنيه ايوة هتأكل البيت كله باربعة جنيه دي طريقة غريبة دي ولا انت بتقولي اي كلم لا هقولك هنعمل ايه عندي هنا حوالي 8 كيلو عدس اصفر كل واحد بقى يعمل حسب الكمية اللي هو عاوزة طبعا الكمية دي ما شاء الله عملتلي يعني حاجة كده محترم مصانية كبيرة حلوة جدا عندي هنا 8 كيلو من العدس غسلته كويس جدا وسبت في الماء شوي على ما اعمل الخلطة بتاعته بقى اللي هتعمليها بطريقة حلوة جدا طبعا كنا عارفين العدس وكنا بنعمله بالطريقة اللي احنا كنا عارفين لكن لو جربت بقى الطريقة دي طعم طحفة جبت جدا حاجة عن نار حطيت فيها معلقة زيت ومعلقة زبدة كبيرة انا هقولك المقدار اللي عندي ده زي ما قلت لحضرتك دي ايه ل8 كيلو عدس 8 كيلو عدس ب4 جنيه طبعا بقى حطيتنا بصلايا وسط كده مكعبات كبيرة وشوحتها شوي ونزلت عليها بمعلقة صغيرة من الكركم ومعلقة صغيرة من الكمون الحص طبعا الكمون الحص ده عشان يمنع اي غازات في العدس حطيت بعديها بقى معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل اصمار وشوحتهم كده لغاية المريحة طلعت عندي نزلت عليهم بقى بمعلقة كبيرة من الفلفل الاخضر الحرق لو مش عايزة تحطيه استغني بفلفل عادي بارد يعني بس اهو بيدي تستعد وبعدين جبت كده اتنين تماطم يعني تمامتين اتنين تماطم بقى اولاها زي ما انتم اتقولوها اتنين تماطم اتعطوهم مكعبات صغيرة كده ونزلت عليهم لغاية ما تبلتهم شوية بالشكل اللي انت شايفاه اكون صفيت العدس لان غسلته كويس جدا وشوحتو شوية في الخلطة بتاعتي في المرحلة دي اكون بجهز بقى مية تغلي عشان لازم انزل بمية مغلية شوحتو شوية زى ما انت شايفه كده اول ما نشوف كده نزلت عليه باربع كبايات من الكباية اللي انا كنت حطى فيها العدس يعني انت هتعاييري بالكباية اللي انت هتعملي بيها تتعاييري بيها المية بتتعضل شفي انت هتعملي قد ايه كمية تعاييري بيها بنفس الكباية انا استغنمت الكباية دي كانت بالضبط مش مليانة لاخري يعني الكوباة دي بالضبط حوالي 200 ملي انا ما كنتش ملياها عدسة انا كنت حتى الا ربعة كده عملت منها 4 كوبايات مية سخنة نفس المقدار بتاع الكوباة دي وسبت مع نفسه بقى لغاية مغالي واستوى بقى بالشكل اللي انت شايفها ده بجد طعم حلو جدا صراحة هي ما دخلتلي منه طبق عجبني جدا فقلتها اجربه وقيتلي الاكل اللي انت كلتها عندي دي مكلفاني 4 جنيه طبعا بعد ما استوى كده نزلت بقى برب شوية كده من البقدونس يا سلام على ريح وروحت بقى عملتله طاشة حلوة كده معلقة زبدة يعني 3 فصوص طم الطعم شريح بالشكل ده كده ونزلت عليهم معلقة صغيرة من البابريكا وقال الطم شوية كده واللون طحفة وطعم رهيب زي ما انت شايف كده يضوبك بس خده نسبة صفار الطم خد نسبة صفار بسيطة بس وروحت بقى على بولة العدس المحيطة طرمة دي وحطيت عليها التقلية الحلوة السخنة الطحفة دي بالهنة والشيفة طحفة 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 وقالتها كده هتغذي احلى طبق عدس معمول بطريقة حلوة جدا انا سمعت ان الطريقة دي على طريقة هندية يعني هي كتب تقولي انا سمعت من حماتي ان هي من طريقة هندية انا ما عرفش بقى صراحة انا وقد الوصفة من جارتي ما عرفش بقى هي طريقة ايه هندية يابانية ما عرفش بس صراحة يعجبتني جدا شوفي بقى طحفة انا غرفت بولة حلوة كده محترمة ورغيف بقى نشف كده وكلت حاجة كده وهم عاوزة بقى تغري فيها كل واحد بولة بتاعته مع شوية مخلل بيتي كده ما عاملون في البيت وطبعا المخلل ده انا عاملها عندي في القناة روحش فيها يعجبك جدا ولو ما نشفة كده بقى الفهنة ولو عاوزة بقى تحطي العيالة كلها بالشكل ده ما شاء الله يكفيك حلو جدا انا صراحة كفانا كلنا وفات كمان ما شاء الله حاجة سهلة وبسيطة واقتصادية ومكلفتنا شغل اربعة جنيه كل الكمية دي اربعة جنيه طبعا اتمنى منك بقى لايك وتعليك واشتراك في القناة عشان يبصلي كل جديد وعاوزة اقولك على معلومة صغيرنا كده لو انا قناتي عجبتك وحسيت ان انت بتستفادي منها باي معلومة ياريت تخشي بقى على عندي على القناة وتلاقي كده في صحب تحت الفضي اسمه شكرا جاريت لو عجبتك للقناة تعمليلي علامة الشكرا عشان تباني عندي في التعليقات وروح منزله ليك بوست على المنتدى واشكرك فيه طبعا ده الكلام ده اللي تشوبه واللقانين عليه لازم لما تنزل عندك اداة جديدة لازم تعرفي المتابعين بتويك عليها فانا قلت ما اقولك عشان لو حد عاوز يشكرني ولا يقولي على اي حاجة عجبت او استفاد من الوصفة بتاعتي باي معلومة او من القناة بتاعتي باي معلومة يدوس على علامة شكرا دي وشكرا لكم كلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مطبخ حياة واستنوني الوصفات القادمة وصفات الشتة الموفرة بجد حاجة كده من اخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة